هذا وبشرت فرق طوارئ الأمطار في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أعمال شفط مياه الأمطار التي هطلت على البحرين منذ لحظة تسقطها وأوضحت الوزارة في بيان لها أن فرق طوارئ الأمطار الموزع على المحافظات الأربع حسب الخطة الموضوعة لم تتوقف حتى الآن في مباشرة مهامها وتنفيذ خطة العمل وأنها مستمرة في تلقي البلاغات من قبل المواطنين ومباشرة العمل فيها وأكدت وزارة الأشغال أنها قامت خلال الفترة الماضية بتحديث قاعدة البيانات والمعلومات للسنوات الماضية وتم تحديد الأولويات حسب البيانات لديها وحسب الكشفات الميدانية للقيام باللازم وأشهدت الوزارة بدور المحافظات والدفاع المدني وإدارة المرور مؤكدة على أن التنسيق مستمر ومتواصل مع الجهات كفة ترجمة نانسي قنقر